لا ينبغي لحاج تكبد عناء السفر وجاء من كل فج عميق لا ينبغي له بعد كل هذا العناء وبعد كل ذلك الإكرام من الله عز وجل الحج إكرام الحج دعوة الحج دعوة من الله سبحانه وتعالى دعوة كريمة من رب كريم من ملك الملوك دعاك إلى بيته دعاك إلى بيته فكيف تكون إجابتك لهذه الدعوة كيف يكون استغلالك لهذه الدعوة كل لحظة كل ثانية هي نفيسة لحظة نفيسة لا تضيعها في غير ذكر الله عز وجل لا تضيعها في أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى أقبل علي إقبالا عظيما لا تجعل لسانك ولا قلبك ولا خاطرك يفتر لحظة عن ذكر الله عز وجل اجعل الذكر عبادة دائمة لا تنقطع في قلبك وفي نفسك هذه هي التجارة التي لن تبور هذه هي المنافع الحقيقية المتوخى من رحلة الحج